اشتركوا في القناة وهو أول مرة منحكي بهذا الطبك شو يعني ERP system ERP جيسي هو سوفتور يستعمل من قبل الشركات لإدارة أعمال الشركات ولأتمتية العمليات يعني للأوتوميش مثل ما بتعرفي اليوم الشركات مقصمة لدبارتمنت والشركات عندها هون بيجي ERP system يعني بيدمج الدبارتمنت بين بعض ويأمن بلاتفورم للموظفين نقدر انه يقدروا بكافية المجالات يعني عم نحكي بالأكاونتين بالفايننس بالـ HR حتى بالمبيعات بالمشتريات وبالتصنيع هؤلاء أنظمة بتساعد الشركات انه يكونوا سير العمل يكون سهل يكون سريع الكفاءة تزيد وهالإنتيجريشن بتساعد بالكومينيكيشن بين الموظفين يعني هو إذا فينا نقول مثل بيسهل كافية العمليات والإجراءات اللي بتصير يمكن بأغلب الدبارتمنت بقلب الشركة صحيح وكمان يلعب دور على صعيد البيانات المالية أكيد من أين ناحية؟ هل هو عادر يحمي البيانات هل حماية البيانات نقطة فينا نحكي فيها وعندي كيف هو هو بقلبه فيه موندول للأكاونتين ومثل ما بتعرفي اليوم كل بلد عنده إتس اون رولز يعني اليوم لبنان عنده إتس اون رولز إن كان بالتشارت أو أكاونت إن كان بالتاكس إن كان حتى بالفسكال ييرز اليوم الشركات قدروا اليوم أكيد تكاستمايزها باستعالي الحاجة تبع لبنان وبتعرفي آخر فترة كان فيه الكرايزيس من وراء الكرايزيس صار فيه مشاكل كتير بالعملة بأسعار الصرف كمان اليوم نحن تكاستمايز هذا البيان باستعالي الحاجة لتكاستمايز إذا بدك الديفرين تايبس إن كان اللولار إن كان الكاش إن كان اللبناني خصوصا بالوضع اللي أعطينا فيه بالوضع اللي أعطينا فيه طيب سامر شو يلي الفوائد أو شو هو الموضوع المهم أو الأفضل اللي مفروض أنه يكون عم يعطيه الـ ERP System وقت الشركة تبقوا عنده بعملية أكيد الفوائد كتير فينا نعد كم فايد مثلا فرست أفوال عندك تسهيل وتسريع سير العمل دفنتلي إذا فيه أوتوميشن حيكون فيه تسهيل بسير العمل وحيكون أسرع سير العمل عندك موضوع المنميزن من المساعدات دفنتلي كمان بوجود اليوم السيستم هو تفعل بعض الأشياء بيه هذا الشيء يخفف الأخطاء البشرية عندك موضوع يعني اليوم عندك وعندك مع الوقت هذا أكيد سيخفف التكلفة على الشركات والريموت ويقضر الموظف اليوم من حيال لمحال موجود فيه يعني في عنا سرعة في عنا زيادة كفاءة زيادة انتجية الأشخاص أكتر عم تكون أكتف طيب هل المفروض يكون فيه برامج تدريبية متخصصة لها الأشخاص يلي هي بقلب الشركة وقتها تجي هالشركة وتطبق هالسوفتور عندك بالقلب الدبارتمنت هيدا أهم نقطة جيسي لأنه بتعرف اليوم بقدر أنا أعطيك نظام كامل ونظام بجني بس النولدج ترانسفر ما نعمل بطريقة صحيحة يعني كأنه ما عملنا شي صحيح سو إتس بري امبورتن تيومي نعمل ترينينج للموظفين سباشالي لأنه أول فترة سيكون في ريزيستنس على السيستنس يبقى الموظف مثلا هو معود على سيستنس معين عم تجي أنت اليوم عم تعطيه سيستنس جديد فهو ممكن نصير في ريزيستنس هنا فينا نقول يمكن هيدا مشكلة بتواجهها الشركات أو تحديات 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 طب شو وضع نحنا هلأ بلبنان كشركات لبنانية شو وضع اليوم بشركاتنا اليوم كل الشركات بلبنان اليوم صاروا تقريبا على أي لفل أي لفل لا وأدفانس لفل صح حلق في شركات بعدها يمكن شوي لفل طبع البطيئ بس مين لأ فينا نحط حالنا بلفل عالي أزا كاونتري طيب هال ERP سيستن كيف قادر يخلي البيانات طبع الشركة أو الموظفين أو البارت اللي هو خاصه بالبيانات المالية كيف يقدر يخليها سيف أو آمنة؟ هون كتير مهم الشركات يشتغلوا على نهج معين order to be secure يعني أول شي مثلا أنا ما بعطي access control إلا للموظفين وكل موظف بعطيه access only على البرتية اللي هو بتهمه يعني ما بقدر أعطي الموظف access على قصص هو منه interested فيه أو ما في حاجة يكون عنده access عليه النقطة الثانية موضوع passwords لازم يكون في policy بالشركة أنه password should be strong password not a password easy to be cracked وعندك موضوع encryption is very important data should be encrypted we should use some algorithm in order for the data to be encrypted whether data الموجودة بالسيستم أو يلي عم تنتقل من مطرح لمطرح تاني والتوعية للموظفين التوعية الأمنية is very important اليوم الموظف لازم ينشرح له من الشركة what things should be done and what things should not be done أكيد هي أهم شيء أهم شيء يكون عم نشتغل على الموظف أنه يكون عم يكتسب هالمهارات الرائمية لا يقدر يطبقه وينجح للشركة مية بالمية برأيك سامر شو هو مستقبل الـ ERP System لأين وصلين؟ لكن الـ ERP System يعني it's trending now وعم ينشغل على كتير trends within the ERP يعني عندي كمين لي مثلا الـ cloud hosting تعرف الـ cloud من فترة ما كان كتير مقبول يعني العالم تخاف من الـ cloud اليوم لأ صار الـ cloud كتير مقبول due to its easiness flexibility وحتى cost saving عنديك نقطة تانية موضوع الـ artificial intelligence أكيد الزكاء الاستناعي اليوم it's being integrated into ERP يعني صار الـ ERP في بقلبه AI engine in order to do some things by itself يعني عندك شيء يساعد كمان وعم يسهل العمل وعنديك موضوع IoT الـ Internet of Things كمان الـ Internet of Things is being integrated into ERP especially بالـ manufacturing في القطاع المنوفاكتشن فعم ينشغل كتير على هذا الموضوع for the ERPs to boom يعني ليترون بدي أعتذر منك مانا نتوقف مشاهدينا مع وقفة نرجع لكم رجعنا لكم مشاهدينا مع ضيفة سامر حبيقة خبير بالبرامج المعلوماتية بنا نحكي عن شيء كتير مهم وأكيد بهم المشاهدين عن واتساب عمل integration لـ new application بتخليني أشتري وبيع من خلال تليفون ومن خلال الواتساب كيف يعني بدت تخبرني أكتر عنها أنت متلقى تعرفت جيسي الـ SMS اليوم بطل كتير عم يتداول يعني اليوم صار فيه تفضيل على الواتساب صح لأنه أمراض أنا بيصلي كتير الـ SMS مطلق اليوم صح حتى الـ email يعني اليوم سبيشي للعالم يمكن الجيل الأكبر مننا ما كتير بيستعمل الـ email ومنه انترست بالـ email فاليوم المساجين تول أكتر شيء يتداول هو الواتساب حي الله شخص عنده سمارتفون عنده واتساب هلأ الـ email أنا هون بعرضك لأنه أنا من الأشخاص الكتير بفوت على الـ emails طبعي ونشوف برشوفهم حسب شغري أنا وياك إيه بس في عالم لا ما بتشتغل كتير على الـ فدفنت للـ what's up هو number one as messaging tool صح so that's why الشركات فكرت كيف how to communicate with their customers من خلال الـ what's up كان a bit challenging لأنه from a technical perspective ما لنا كتير سهلة فاليوم نعمل هالإنتيجريشن بين الـ what's up وبين هالديجيتال صوفتور مثل الـ ERPs صار بيقدر اليوم الزبون برأكزامل يفوت على الـ what's up ومن الـ what's up يقدر مثلا يعمل payment يقدر يعمل شو اسمها الـ application هلأ في كذا application في كذا application هي it's not one application it's just integration between what's up and some systems أوكي so عندك you can pay online عندك you can send attachment online documents online تقدر يتحجز موعد مثلاً online هيدا عم نحكي كله واتساب كله واتساب كله online واتساب وعندك موضوع الـ campaign this is very important تعرف الماركتين كانوا يعملوا يا إيميل يا أسامس صح يوم صارت الشركات عم بيركزوا على الماركتين كامبينز على الـ what's up و it's a bi-directional communication يقدر لزبون يرد عليك من خلال الـ what's up وتجع انت ترد علي من كموظف شركة وتجع انت ترد علي so it's an open communication يعني عدد العملية بسيطة ومهمة والمفروض نضوع عليها ويصير فيه توعية للعالم أكتر تبقى تنزل هالـ applications اللي هي قادرة تسهلون حياتهم وقته معتك من البيت أو مطرح ماهو بيكون موجود من خلال تلفونه صحيح سامر بدأ اختم معك بآخر سؤال شو حاببك توجه للمشاهدين يلي هن خبرى بعالم الـ i-t أو بعالم البرمجة يعني الـ i-t عم جد كثير عم يتطور اليوم بوجود الـ i-i بوجود الـ i-o-t بوجود الـ blockchain يعني عم نقفز إذا بدك من محل محلتين صح وذلك يجب أن يتطور على الـ i-t وكذلك للشركات اليوم أنا بنصح كل الشركات يلي بعدها اليوم على legacy systems قديمة أو حتى يلي بعدها على الورقة والقلم لأن الـ i-t اليوم يمكن يخافوا بالأول أنه شوية عالية بس إذا تفكر لقدم مع الوقت رح يوفر كثير على اليوم لن نقفز على الـ i-t ون نقفز أنه تبقى بلبنان لأنه في بارت كبير عم بيسافر ويسرقنا فينا نكون عم نشجعون فينا نكون عم نضوع على مهاراتهم على كفاءاتهم على العقلية الابتكارية اللي هي عندهم لأنه نحن عم جد بحاجة لأنه أنه يبقوا بلبنان وحتى انكيس كانوا بدون يشتغلوا برة عم بيكون في مؤمن المكاتب يلي هي أنت بتقدر ريموت اللي تشتغل من هون لبرات لبنان بس خلي يكون عنا بلبنان أصلا هم بيروحوا لبرة هيدا نصيحة أنا أكيد نصيحتنا كلنا والعالم عم جد اللي عم تشتغل برة بالدومان العم تنجح كتير يعني عن جد لبنان عنده الكافاءة فحرام يعني اللبنان يترك بلده عنده الكافاءة والمهارة والزكا وكل شي خصوا عم جد بالعالم الرقمي علينا بس نحنا نآمن بهالأشخاص وندوع عليهم نحنا كأعلم عم نلعب دورنا كجماعات كمان عم يأتوا كتير خاصة بالعالم الرقمي المفروض المجتمع المدني مع الكتاع العام وكتاع الخاص كلنا نكون وقفين حتى عن جد نبني مجتمع رقمي آمن شامل وخالي من الفساد من خلال تحول الرقمي سمر أنا بدأت شكر حضورك مع اليوم مع المعلومات أكيد المهمة والطبق الحلوي اللي حكينا فيها ها أول مرة ونطلع ونحكي فيها وإن شاء الله أكيد نطلع بي حلقات جاية مشاهدينا فكرت لليوم خلصة تنتروني كل تالتة بموضوع جديد ومعضف جديد بريك نرجع لكم